بعدما أسجل الستار على دور الستة عشر ودور ثم النهاية الموعي سيكون مع دور ثمانية بعدما اكتمل عقد المنتخبات التي ستلعب هذا الدور بتأهل كل من المغرب والمنتخب البرتغالي طبعا منتخبات كانت لها مشوار كبير في دور المجموعات وتألقاتي الأخرى في دور الستة عشر وهناك من كان يملك أيضا دور ثم النهاية وهناك من كان يملك أيضا مباريات سهلة لكن في النهاية كانت الكلمة لمنتخبات كانت متعودة على الوصول لهذا الدور ومنتخبات أخرى تسجل التاريخ وتكتب التاريخ بتواجدها لأول مرة في هذا الدور الدور الستة عشر ودور المجموعات ميزته أرقام كثيرة وأحصائية كثيرة ومونديا القطر تميز بالعديد من المفاجآت فوقارضية الميدان وأيضا من خلال المنتخبات والمدربين وما قدمه الأنصار وما قدمته قطر للعالم من خلال تنظيم محكم طبعا منديا القطر الذي كان بلسان عربي كانت في تعلق أيضا المنتخبات العربية منديا القطر الذي عرفه وشهد حضور جماهير كبير كانت كل الظروف مهيئة لتقديم نسخة استثنائية والعرس الكبير متواصل في دولة قطر مع أنه ملعب 947 الذي احتضن آخر مباراة بين كوريا الجنوبية ومنتخب البرازيل بدأ في عملية فكه لإهداءه لواحدة من الدول لم يتم تحديدها بعد منديا القطر كان عرسا كبيرا ومبارايته كانت كبيرة وأيضا أرقامه كانت كبيرة على كل الأسعاد هذه القراءة هي كلها سنقف عندها رفقة الضيوف في هذا العدد لكن بعد فاصل قصير مباراة لعبات ومئة وثمان واربعين هدفا سجدا مئة وثمانين بطاقة منحة صفراء وبطاقتين فقط حمروين في هذا المونديال طبعا للحديث على هذه الأرقام وغيرها أسد كثيرا بأن أجدد الترحيب بالضيوف على يميني سعيد كناوي مرحبا أهلا وسهلا بك سعيد أهلا وسهلا أخي خالد أهلا وسهلا بالضيوف الكرام وأهلا وسهلا بالجمهور الرياضي الجزائري وأيضا تحية موصولة للحاج عددان مرحبا بك الحاج أهلا وسهلا مرحبا خالد سعيد وحسين أبدا كني شوف في سعيد جي بابري تعتمس يوم قبيلهم صباح أنا معه راب الحمرو البيض خواه عادي شابه المزداد دكراري العلم مرحبا أهلا بك شكرا أخي خالد تحية لكل مشاهدي الكرام في الوطن وخارج وطن سعيد جدا بيوجودي معكم في كل مرة أحكي ذلك سعيد مع السعيد سعيد مع السعيد سعيد بتوزدك مع السعيد ويهدر على سيربي أنا نقرأ بخو يربي سيربي اليوم لعبنا ما ليسمع لعبنا ما ليسمع سيلكتو اليوم سيلكتو لضيعتو سيلكتو للكو لا لا أنتم ما ضيعتو هم يعطوهم الصحة شباب بلوز داد الإكستيريور وخارج وخاسر ليدر لانقصفي دف وقل بلوز ليدر ليدر لكن ليدر إتحاد العاصمة اللي كانت ربحها بهدف بزوج بعد تعود تراجع أنا نظر نحس المباراة إتحاد العاصمة اليوم في الشوط الأول منذ بداية الموسم في الشوط الأول لكن موسم بدأت بان في الشوط الثاني ترجع نوعا ما تعدوا شرايك فيها عندوا الحق شوية تقولوا الشوط الأول لاعبين وشوط الثاني المدرب رجوع شباب بلوز داد من صنع المدرب لا ما رجعوش في الشوط الثاني شباب بلوز داد لا رجعوا المهم رجعوا تعادلوا في الشوط الأول لا المهم رجعوا رجعوا المهم رجعوا شوطاني لو تسجل ضربة الجزاء ضربة مدربة شغلوا ما تسجلتش لكن تحت العاصمة ضيعت الفوز كان دي ماتشنين ملاح يبشرب بخير فرق دير ماتشنين معسير ترفع لك القبة تحت العاصمة والله قدتكم صح عدرت وماتشنين مع الرائد طالوا سامحت مباركي مهدي بينزوج فرق كبار الله ما يستهلو إلا بفضلك الملعب هما والأنصار وكل والجمهور اللي حاضر واللي كان فوق المدرجات واللي كان أيضا على الشاشة نبقى نعود ونفتح نافذة مع المونديال يلا نول المونديال والمونديال اللي كانت فيه 56 مباراة والمونديال اللي لعبت فيه الكثير من المباراة الجميلة والمونديال اللي تألقت فيه قطر من ناحية التنظيم والمونديال اللي كانت فيه أيضا الكلمة لمنتخبات عربية والمونديال اللي تميز بكل ما هو جميل من خلال التنظيم من خلال المباراة ومن خلال ما تم مشاهدته ومتابعته ما عدا بعض الصور الاستثنائية لعبت دور المجموعات ب32 منتخباته المرة ثمانية منتخباته المتواجدة فما ستسفر عنه باقي المباراية يلا لما نقول لكم ماذا اخر مرة 32 اخر مرة الحوصلة اللي اخذيتوها قبل من روح نعطيكم بعض الارقام الحوصلة اللي اخذيتوها السعيد من هذه المباراية حاجة شدتكم هكذا اول حاجة انا نظن نظن نخذها يعني ان بارتي كل حاجة يعني اعطي لها حقها الجانب التاكتيكي يتغاء على الجانب الفني يعني نشوفنا الكثير من المنتخبات يلعبوا تكلمنا كثير على البلوك هذا وكأنها هي السيلامود انت على الكوب ديموند هذه نعم هذه اثرت اثرت على الفرجة اثرت على حلوة الكورة ايوا اثرت على يعني تاكورة القدم اللي هي اللافات يعني اللافات البهجة اللوجيستيكنيك تاع بوفاليش فيناها امس داروا مع الوكا نخذها حصة كبيرة شوف يعني الناس قد تعلق عليه وتعاودوا وتعلق عليه لانا متعودناش نشوفوه لعبين اللي عندهم مهارات تقنية الفردية يخلوها تكوتل كان زمن غارينشا كان زمن غارينشا هذه عملها عشرين مرة في المباراة اللافات اللافات هذه عملها عشرين مرة كانت الكورة لانها كانت هذه كي كان له سبيكتاكتر اليوم قلت لكم من الحوصلة الجانب الجماعي تغلب على الجانب الفردي جاء اخرى تاني شفنا هذه نقطة تاني نقطة اللي حسيتها انتايا في المونديال كمهاجم سابق نظر باللي شفنا بزاف اهداف ايوة وقال هذا تالت مونديال اللي فيه اكتر 48 هدف نظر شفنا بزاف وشدك في المونديال في الدور 15 اي لحد الساعة لا تسمحوا لي شويا الحاجة اللولة اللي في المونديال الجانب التنظيمي قبل ما نروح لتكنيك وتاني التكنيك مو اظن ان الكوتي تاكتيك اللي تغلب على الجانب الفني والجانب البدني لانا شفنا عدة تغييرات عدة تفادي في المنتخبات لتاكتيك لما كناش يشوفهم شوف براتيك مو شفنا كل شي لطروا 5-2 لكات 2-4 لكات روا تروا لكات روا 4-1 4-1 4-1 4-1 4-4-1 هادي ما كناش شوفهم زمان كنا نعرفوا بليل فريق هذا يلعب 4-3 أتروا 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 وأيضا أمور تنظيمية كما قال جمال ذكرني الآن تسلل نصف آلي لننجح على كل المستوية لذي كان كل أمور كانت مضبوط لا نجال 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 هذا رحي في تاريخ كأس العالم مد ويضا رسالة التي قدمت للأجانب أنه طينت ومعدن الإنسان العربي المسلم الكريم والمضياف والإنسان العربي المسلم الذي يعرف كيف يتعامل مع الأجانب وكانت رسالة لكل الأجانب الذين كانوا يعرفون الإسلام خلال وسائل الإعلام الأجنبية احتكاكهم مع العرب والمسلمين أخذوا صورة مغايرة وكانت قطر على كل المستويات بجماهيرها العربية قدمنا رسالة وكأننا عدنا لعهد الفتوحات الإسلامية رأينا فخورين نقول كلنا قطر مدوا رسالة المسلم الحقيقي وكيفاش دير وشي سوا الأخلاق التربية كل حاجة تعرف بالله نعطيك معلومة تعرف الناس اليوم في قطر لما كان كثير جماهير جايين من كل أنح العالم عند سماع الأذان نقول لك مئات لما قلت ألاف الناس اللي معنهم حتى علاقة بالإسلام تعودوش ما تعودش يسمع ممكن في مراتق ما يتعودش للأذان ولبقوا يتقدموا المساجد ويبحتوا ويسألوا في المصلين هذو أصدقاء يعني يبعثوا لي يخرجوا يسألوا ونزيد على كلامك سعيد حتى في دولة قطر كانت اختيار المؤذنين واختيار أيضا طريقة الأذان تنويع بين المساجد حتى تكون رسالة يعني حتى هذا الأمر واخذوه بعين الاحتبار لأنه كان كثير من المقامات كانوا أيضا اعتمدوا يعني قطر وهذا المونديال العربي على كل الأسعيد كان ناجح على الصعيد الرياضي ناجح على الصعيد التنظيمي ناجح وأيضا على الصعيد الأهداف أيضا كان ناجح كانت أهداف أهداف كثير ويوجد ويوجد بيوت تسجل من كل نوع حاجة مني هاتكلمو الزملاء خاصة لكوتش اللي فيه تطور كبير كنا نتكلم لأنه فيرق صغيرة منهم كوريا اليابان كوشتاريكا ما يشبه لأولو حتى تقين لقصاو الفرق المغربي ولكن البريود تاني ساعدت الفرق هاتي اللي رأنا في شهر نوفمبر ديسمبر الفورم ابتمال خلتهم باش يكون مئة في المئة في إمكانياته نزيد حاجة الأخ حاج أن المفاجآت ماشي كانت في الماضي كانت قليلة في المونديال هذا كانت كثيرة أولا والتانيا لا توافقوني أن أعتقد أن العقدة بين الضعيف والقوي انت نحات يعني المنتخبات تطمح أن تربح إسبانيا ولا تربح أولندا والألمانيا وأيضا الشيء الجميل أن المنتخبات العربية تألقت في المونديال العربي ولا سنعود لها بعد لحظات ولكن هذا سيتان كونستا نتفهم بناتنا هذا سيتان كونستا يقدر يديره الصحفي يقدر يديره المدرب يقدر يديره المتفرج نحن إن شاء الله نلحقه ونتكلمه على أسباب 148 هدف لماذا تسجلت خمس أهداف خارج 18 متر يعني على أترة تزديدة علش تزديدات موش موجودة ما هو السبب من الجنب التاكتيكي هذول تدرولي ثم القراءات أكيد بلوك اللي تكلمت عليهم قبل سعيد هو اللي يعني اللي كانت عنده سبب الأسباب قوة تاولي يكون تزديد من 20-25 متر اليوم أنا نشوفه باللي حوصه كارتي والماكسيموم باش يفتحوا هذا البلوك نظر نظر أخ الحاج باش نقولي بك أسئلة في محلها الأخ سعيد نظر الجنب التاكتيكي ليخلى صعوبة الأهداف تقريبا سبب من الأسباب سبب من الأسباب يلا معلش نروح إلى فاصل قصير جمهنا رياضي الكريم ثم نعود لنتحدث عن دور 16 بالأرقام وأيضا الإحصائيات كيف كانت الأرقام كيف كانت الإحصائيات كيف تميز دور 16 من خلال تواجد ثمان منتخبات منتخبات في دور 16 طبعا هناك منتخبات أقصيت وكانت المفاجأة هناك منتخبات وصلت إلى هذه المحطة وكانت مفاجأة هناك منتخبات كانت تطمح للتواجد وتحقيق المفاجأة لكنها صدمت بنتاج فوق رضيات الميدان كانت صعبة هذه الأرقام وغيرها سنعود إليها بالتحليل والنقاش لقطة الضيوف لكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجدد جمهور ناري ذي الكريم في جزء الثاني من برنامجكم كيو تونتي تونتي طبعا دور 16 أردنا أن نتحدث عنه بالأرقام الأرقام تدعي عندنا وبحفزتنا والمحللين وأنتم أيضا يمكنكم تحليل لما سنقدمه طبعا البداية دور ثمني نهائي الذي سيكون بالأرقام من مونديال قطر 2022 عرفت أهل خمسة فرق من أوروبا يعني أوروبا ما زالت مسيطرة على كرة القدم العالمية بتواجد فرنسا هولندا بورتغال إنجليترا وكرواتي وضيقفوا إليهم فريقين من أمريكا اللاتينية طبعا الحديث عن المنتخب الأرجنتين والمنتخب البرازيلي بالإضافة إلى منتخب مغربي أو منتخب إفريقي هو المنتخب المغربي الذي تواجد في هذا الدور طبعا تواجد منتخبات إفريقية هي أول مرة منذ سنة 2010 مونديال جنوب إفريقيا الكرة الإفريقية عادة تولت شوية من خلال هذا الإنجاز حاج عدل ولكن إفريقية الأخرى من هزمه كان بإمكانها أن تقدمها كان بالإمكان أن تقدمها كان مردود مقبول مردود مقبول كان يمكن كان يمكن أن نقول على منتخب غانا ومنتخب السينيغال كان بإمكانهم أن يقدموا أفضل مما كان يعني كان ما كان كان يمكن يكون أفضل منه طبعا نبقى دائما مع الأرقام ثم النهائي عرف تسجيل 28 هدفه هو رقم قياسي كبير في تاريخ المونديال باستثناء مباراة المغرب وإسبانيا هذه المباراة التي لم يتم تسجيل أي هدف وكل المباراة سجلت فيها أهداف وبغزارة كبيرة تخيلوا في دور ثم النهائي في ثماني مباراة سجلت 28 هدف وهو رقم قياسي كبير ويعتبر إضافة في مونديال لقطر 2022 طبعا آخر دورة سجلت فيها أكبر عدد من الأهداف كانت في مكسيكو سنة 1986 ولي كان شارك فيها المنتخب الوطني الجزائري طبعا أقحم المنتخب الأمريكي في هذه المباراة أمام هولندا تشكيلة شابة متوسط عمرها 25 سنة و84 يوم وأكثر يعد أكثر تشكيلة الأساسية الأصغر في هذا المونديال بهذا المعدل اللي كنا نقول عليه 25 سنة وطبعا القراءة الأولية لعندنا أنه ما يفسر بداية التحضير للمونديال المقبل المونديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي سيكون سنة 2026 من السنة المقبلة سعيد معدل العمر هذا وسقط قولي عليه 25 سنة و84 يوم وليت الموت مع هولندا تشكيلة شابة هي الأصغر في المونديال حسين نحن كقراءة أولية قلنا للأمريكين يبدو يحضروا شوية المونديال المقبل أكيد هذا في البرنامج أكيد عندهم برنامج يعني على المدى الطويل لعبين تعقل 25 سنة يقول لك بعد 4 سنوات يصبح عندهم في 22 سنة ونعرب بللي لعب كرة قدم يعني الفترة اللي يكون فيها يعني في القمة قمة عطاءه هي بين 26-27 حتى 30 و30 سنة هذه هي الفترة 4-5 سنوات طح نظن ولكن تبقى أنه الفريق الأمريكي بالشباب هذا يجب أن اللاعبين يكونوا في رقبار طح والسبب هو باش يعني يلعبوا في أعلى مستوى باش لما يرجع للمنتخب يكون يعني اكتسب خبرة واكتسب يعني مهارات أكبر من المهارات اللي موجودة في عامل السن مهم لكن الخبرة والتجربة واللعب في نسق المباريات ومن فرق كبيرة هو أمر مهم نبقى دائما مشاهدين الفاضل مع هذه القراءة لكن روحوا أيضا إلى نقطة مهمة فيما يخص دور ثمن النهائي هو فرصة للنجمة الأرجمتي لخوض المباراة فرقم ألف في مشواره والهدف رقم 789 في مشواره أيضا يعني ترجم Shakespeare هذه الفرصة للعب مباراة رقم ألف في هذا المنديال ألف في المنديال ألف مباراة في مشواره في الاحتراف ألف ألف مباراة ألف مباراة هندياو هندو ألف أسمعه ألف دجارة وللنظر هدف المنتخب الفرنسي أوليفي جيرو اللي سجل التاريخ بتوقيع هدف 52 في مشواره معدياك اللي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب هدفي المنتخب الفرنسي ويحطم رقم زميله تيرونري ساحب الرقم القياسي السابق ب51 هدف وكل الإحصائيات ورشحه كيليان بابي لتحطيم الرقم حسينياحي رقم 52 هدف لأوليفي جيرو هذا اللاعب الغريب الغير الموجود والموجود في تسجيل الأهدف وهذا أظن الفضل اللاعب هذا يولي المدرب بتاعه لأنه لما تشوف الكريتيك اللي تطح عليه سواء بندون الماتش ولا السيليكشون بتاعه موش محبوب من عند الجمهور الفرنسي ولكن تيقة المدرب اللي تخليه أولا تيقة المدرب والتانيا هاد اللاعب زاد سعدته شوية تاع بنزيمة الإصابة موش موجود بنزيمة زاد سعدته بثر بيشير بممكن ممكن لما يغيب بنزيمة لا هو يكون في مكانه يفضل كسو بيرفورمو أنا شوفه هذا المونطال اللي عنده لكن لما عاد بنزيمة تم لا هذا اختيارت عن مدرب مدرب كان صارح قالوا لما يجي بنزيمة ترك احتياطي لما ما كش بنزيمة هو أساسي فرصا ليحا سعداته ما كش بنزيمة ممكن وكان قاعد بنزيمة ممكن تكون تغيير الخطة لأن جيروا وبنزيمة بنزيمة سيبوكو بريش دفاع نافي دمي تمرتعه ممكن تكون عنده اختيار في الخطة طريقة اللي يلا رحوا للقراءة أخرى بطل أفريقيا المنتخب السينيغالي الذي سقط من أعلى قمة بعد تكبده خسارة بثلاثية لسفر أمام إنجليطرا وسود تيرانجلا تلاقوا أكبر حصيلة في دورة رسمية كبيرة طبعا كنا ننتظر من أشبال اليو سي سي أن يسجلوا تاريخ جديد مع المنتخب السينيغالي في المونديال وليما تحطيم هذا الدورة منذ سنة 2002 وصلوا إلى الدورة ثم نهائي كنا نريد أن يكون ذهب بعيدا لكن أعتقد غياب ساديو ماني وأيضا الكثير من الأسماء أثرت نوعا ما على مردود المنتخب السينيغالي لكن السقطة ممام المنتخب الإنجليزي في الثلاثية تبقى تثير كثير من علامة إستخدام حتى حقا اليو سي سي سامحت خالد هو كان تصرح وقال ما عرفش اليوم الفريق التعي له المسؤولية المنتخب البرازيلي لكم أن تعلموا أنه هو المنتخب الوحيد في المونديال الذي أشرك كل يعيبي خلال الدورة وهي الأولى في تاريخ كأس العالم وختم المدارب ذلك بإشراكه الحارس ويفيرتون مكان زميلو أليسون بيكر في مباراتي الكوريا الجنوبية والتفازة بها منتخب الصنبا بست أهداف مقابلة واحد يعني المنتخب البرازيلي المنتخب الوحيد في تاريخ كأس العالم لأعتمد على 26 لعب كلهم شاركوا في المونديال وهذا رقم أصلا تغيير أنا اتفاجأت صراحة أحب يعطي له الفرصة أحب يدخل لرقم قياسي كانوا يمانيو سيسي حتى عيثوا حتى مستوى الفرق تكلمت على السينيغال تكلمت على بعض الفرق وكل هذه السكور الذي نشوفه فيهم الفريق يفوز بثلاثة يعني مثلا سويسرا بعد يخسر يخسر بسبب هذا كنا نتحدث لدينا بروبلم تعل التعالي المباراة وش كنا نتكلم أمس على المغرب كيف يتعامل المدرب أثناء المباراة الصح والمفيد ما هوش السيستام دجو السيستام دجو كما يسموه ستن ديس بوزيتيف ديبار لمشو بي من بعد كيف الحكاية في تنشيط السيستام اللاعبين هم اللي نشطوا السيستام هذا تكون الكرة على اليمين الكرة على اليسار كرة أمام الكرة خلف الكرة وش حب من هذه الطريقة تغيير الحالة للبرازيل نظن لحد الآن كما نشوفه في أحسن مدرب في ناحية الكوتشينغ وعند الفريق البرازيلي حتى في المباراة اللي نهزمها مع الكاميرون حافظ على الطابع اللي كان الفريق يعني لعب ما كانش ممكن ما سجلش ممكن لا رياليزاز ما كانش كما كان ولكن حافظ على اللوكاشين تعه عكس فرنسا عكس الفرق الثانية اللي كان المستوى انتحها يعني متذرد يلا حسين عندك محقظة حاجة على المدرور المنتخب البرازيلي أن هذه أولا أعطى الفرصة قاعد اللعبين بشي لعبو واللي نوعية لعابين أيها وبرازيليين أنهم كلهم ممتازين وزيد اختيار المدرب لجاب 26 اللي يتكلع اليوم قاعد لكن هذا حبي سجل تاريخ بإقحام الحارس البديل ووفيرتون مكان زميله بيكر يعني على شئ ممكن دين بير دوكو يعطي وزيد لما تشوف واحد كما الفيس 44 سنة يدخل ويشارك في مقابلة هذا الشي اللي ما عندهم في تونس في المغرب نوعية ليران بلاسان لكن هذا تغيير كان أجل تغيير أنه كان فايز يقحم كل اللاعبين هذا تغيير أجل تغيير ثقة لللاعب أنه شارك ثانيا ما ننسوش أنه في جانب بدني لأن اللاعبين رح يلعبوا فريق هذا هو رح يح ممكن للنهاية نصف نهاية لما تريح بعض اللاعبين وتقحم اللاعبين ثانيا لكن السؤال كنت طرحه دايما عن الحارس يعني معلش نبقى باختصار معلش 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 الشغري والناخب الوطني تاع البرازيل اللي ورى اللاعبين تعب اللي أنك يجبتكم قاع من أجل أن تكونوا حضرين اللي قموا قاعد خضروة لأبوتي تيولا يلا هذا كنا نتكلم عن المنتخب بارات جدي نروح نتكلم عن المنتخب المغربي اللي هو رابع منتخب أفريقي يصل إلى الدورة ربع النهاية في تاريخ الكرة الأفريقية بعد الكاميرون سنة 1990 السينيغال في 2002 وغانا في 2010 البرتغالي جونزالو الراموس الذي عوض رونالد هو البالغ من العمر 21 سنة وخمسة أشهر وأصغر لاعب في تاريخ المونديال يسجل ثلاثية في مباراة في دورة نهائية يعني بداية نهاية كريسيانو رونالدو شفنا شو لدي الكرة ولا لا لا هذا ما نعرف جناه مليش يسجل تريبلي يدي الكرة معه لا هذا عنده مستحام مستحام زاهر رانا شفنا جبتكم بعض الأرقام بعض الإحصائيات أي وضحة هنا الصورة إحصائيات والتمريرات والإنضيبات عقب الدور 16 من كأس العالم إجمالي التمريرات اللي تلعبت في هذه المباراة عنا 55534 تمريرة في كل المباراة المعدل 991 تمريرة في كل مباراة يعني هذه أرقام موجودة القراءة ممكن تكون لكن لكن التمريرات اللي كانت الأكثر للمنتخب الإسباني صاح 3819 تمريرة لكن منتخب إسباني خارج السباك الدمعة تمريرة الدمعة والتمريرات الكاملة مثل ما رأنا نشوف عنها 47 ألف تمريرة و449 والمعدل كان 847 تمريرة في كل المباراة والعلامة الكاملة أيضا للمنتخب الإسباني بذل 3527 منتخب إسباني هذه اللي خلينا نقوله عهد التكي تاكا قد ول وراح وخلاص واندثر كرة القدم هي التنقل من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية ومن الحالة الهجومية تسجيل الأهداف وليس الاستحواذ على الأرض هذا اللي خلقت هذه اللي خلقت العيب اللي موجود اليوم في كرة القدم العالمية نقول العالمية لأننا كبار شفنا كرة القدم نشفوه من السبعينات أنا حضرت شفت بطلة العالم من السبعين حتى 2022 مشكلة التمريرات اللي تكلمت عليهم 5000 وزيادة خلقت في الكرة توجه في الكرة أنه اليوم صبحنا ما نشوفوش اللاعبين اللي عندهم لدريبلين لدريبل ولما نشوفوش لدريبل ولما نشوفوش تسديد وحتى التمرين في التمرين كنا نراني في النوادي تشوف بعض المدربين حتى يطلب من اللاعب يمنع عنده يا أخي الحاج عدلان عنده عنده خلقه ربي خلقه أنه يعرف يعرف يدريبلي تركيبا تخليه أنه الجوار كيفية عكس حسين ممكن ليلعب عنده نوعية أخرى المدرب يأتي أطلق البالون دير لاباس علش تقاردها علش كذا ستين كاليتي قارد البالون يدريبلي ستين كاليتي إذا كان موجودا عنده عند اللاعب خليها عنده نحن اليوم المدربين نحينا هذه الخاصية رحنا رحنا شوية وكأنه أصبعت علوم دقيقة علوم دقيقة حتى ساعد مش عارف ليتوفقون الفكرة أخي يقولوا في كرة القدم لما تكون عندك الكرة أصلها تمررها وليس تراوغ الملاوغة هو وسيلة أصلها أصلها تفض بيها بش ما تضيحاش وتحوز بش تراوح بيها نتكلموا وتسجلها نتكلموا على استحوان بالكرة نقل لي هذا الشيء لماذا يخلاص لأن كفاءة المدربين وقد قرأت اللعب تعل المنتخبات الأخرى والجانب الفيديو اللي يخلي يخلي ممكن استحوان بالكرة كيماش فينا رقراقي رباح المعركة تاعه الدرد أوريكي بهات كراءة اللعب عندما تشوف مقابلة كاملة هو أفاكان بلوكبا اللي تخلي استحوان بالكرة بعد ما يكون سلبي لذلك مهارة الأفكار المدربين اللي تكون عندهم كفاءة في تغيير الخطط ووجود حلول في مقابلة في مقابلة وقوموا مع الأرقام مشاهدنا فاضل في هذه المباراة من ناحية الكرات العرضية كلما تكلمنا شعليها للأعلى كانت للمنتخب الفرنسي بمئة وأربع كرات عرضية من ناحية الانضباط الذي كنا تكلمنا على التماريات لأننا نروح إلى الانضباط الكرات أو الكروت الصفرة عن الحكام أشهروا مئة وواحد وثمانين بطاقة صفرة وكانت الأعلى للسعودية الذي تلقى أربع عشرة بطاقة صفرة وبطاقتين حمروين للمنتخب الويلزي واحدة وللمنتخب الكاميروني أيضا واحدة لأبو بكر بعدما نزع القامل سرق لإنذار الثاني أيضا المخالفات التي كانت الأعلى عندنا 1344 مخالفة الأعلى كانت للمنتخب المغلبي الذي ارتكب 60 مخالفة وأيضا في وضعية التسلل كانت 216 مضعية التسلل وكانت كلها رسمية لأنه عندنا وضعية التسلل النصر فقالية للمنتخب الأرجنتيني خلتش وضعية التسلل في 16 مرة كانت أكثرها مع المنتخب السعودي على فكرة محاولة اختراق الخصوم كانت عندنا 15624 محاولة اختراق الخصوم ومعدل محاولة كل المبارات كانت 279 لأعلى كانت للمنتخب الدنيماركي طبعا هذه ما يخص الإحصائيات وأيضا الحالة لا سمحت الإحصائيات اللي افتمد فيهم صحيحة والزملاء يستحوات بالكورة حكيا بعد من الفرق كما البرازيل والارجنتين وننصب اللي لديهم مهارات والدريبلين كما يحب يقول السعيد رح يقول للمدرب ما الدراج أنا شونا رح نعودوا هو الحل اللي يقدروا يسيبوه كما في نيسيوس دائما تعتمد فلسفة المدرب مع لعبه وطريقة لعب كل المنتخب بما أنه تكلمنا على الحالة الانضيباطية أعتقد أنه زمنا الإعلامي يسين معلومي متوجد معنا عبر خدمة الهاتف ونحن نتحدث عن الأمور الانضيباطية تحياتنا لك يسين في انتظار يكون جاهز معنا يسين حتى نتحدث عن الحكام في هذه الدورة والذين أبانوا على أداء جد مقبول من بينهم أيضا الحكم الجزائري غربالو وأيضا أي تشعلي والحكم ذكرني اسمه يام مقرن أعتقد غربال غربال وإي تشعلي والله ذكرنا الزميل يسين معلومي يسين معلومي مرحبا هلا بيك متواجد في الجزائر مطلعت على قطر ما سأل خير خالد خالد دراني أول تحية لكل ضيوفك ومحلين قناة شروق خالد دراني متواجد في نفس المكان اللي ما لفتطرح ليهنت سلمني عليهم واحد واحد طيب يشتاء يسين لازم ما ترحش في هذا يشتاء لا كيف 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 لا لا على بارك مدينة ساحلية مدينة واسمه بورت الكيفان على بارك بلي نحن ناكله واسمه الله كلام حتى في شتاء وحتى ضيوفك الكرام لازم زيارة على المباشر لازم زيارة إن شاء الله يسين احنا كنا نتحدث على الأمور الانضباطية والحالات التحكيمية وتكلمنا على الحكم الجزائري غربال وأيضا يتشعلي وفكرنا الحكم الجزائري الثالث اسمه مقرام قراري قراري حكم قراري يسين بما أنه الأدوار الإقصائية بدأت بعد ما نهينا دور المجموعات ودور الثوم النهائي هناك أخبار تتحدث أن الفيفا أيضا تم التسريح عدد من الحكام وأبقت على البعض من بين البعض الآخر تم التسريح أيضا حكم أفارقة هل حكم غربال من بين الأسماء التي ستبقى لتدير مباراة المتبقية شوف أولا نبدأ بالخبر المهم يعني المهم الخبر المهم هو أنه الاتحاد يعني لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لقرات القادمة التي يترأسها الإيطالي كولينا اليوم قامت رسميا بتعيين الطاقم الذي يدير لقاء كرواتيا البرازيل هو الحكم الإنجليزي واسمه ميشيل أوليفيري والحكم الجزائري مصطفى غربال هو الحكم الرابع في هذا اللقاء معناها مصطفى غربال ما زال متواجد في كأس العالم جميل يعني 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 الحكم الرابع اللي كانت قدمتها منذ لحظة فقط لجنة التحكم للاتحاد الدولي لكورة القدم التي قامت رسميا بتسريح 73 حكم 73 حكم اللي كانوا متواجدين في يعني في الدوحة للقاءات كأس العالم الحكم لا فرق الذي تم تسريح هم ياسين نعطيك هو منطقي نعطيك القارة الإفريقية يعني اللي تهمنا طبعا القارة الإفريقية تم تم تسريح حدش الحكم من إفريقيا أربعة حكام يعني اللي حكموا في الوسط وهوما الحاج قصامة واحد واسمه مانوغا من رواندا نداي من سينيقال واسمه سيكازوي من زومبيا معناها أربعة حكام رئيسيين اللي كانوا موجودين في الدوحة تم تسريح هم رسميا عشية اليوم إضافة إلى ست مساعدين وواحد من الفار معناها لوتو كما يقولون تم تسريح اليوم حدش الحكم الحكم الأفريق اللي بقوا غربال بالإضافة إلى حكم رئيسيين مقران غوراري وعبد الحقي تشعلي وبقى الحكم الجنوب إفريقي غوميز غوميز الحكم الجنوب إفريقي اللي نعرفوه وعنده تجربة كبيرة وحكم نازيح راه هو تاني معين يوم الجمعة نظن في لقاء هورندر أرجنتين رفقة الحكم الإسباني المعروف بسم الله هور يعني رح يكون معاه حكم رابع يعني معلومة أخرى الطاقم تحكيم الذي أدار لقاء المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني يوم تفسى عشرين مارس بالبوليدا ويومها تم إقصاء المنتخب الوطني تم تسريح وهم كلهم قاساما والحاكم المساعد الأول بعد الأداء المخيب في المونديا بعد الأداء المخيب المساعد الأول تسنطوس والحاكم الثاني أبو فيجال من ميصر معناها الطاقم التحكيمي الذي كان متواجد في البوليدا تم تسريحه رسميا من كأس العالم بالدوحة خالف شكرا لك ياسين معي بطاقة حمراء واحدة إذا كان تم إشهار بطاقتين حمراء وين فقط في المونديال عندي بطاقة حمراء واحدة إذا لم توجه دعوة رسمية لمحللي البرنامج حج عدان وسعيد كناوي وأيضا حسينية حليتواجد في مدينة فردلو عندك بطاقة حمراء لا لا ولكن خلينا بنقولوا حاجة خالد أروح لا الدعوة رهي مفتوحة رهي مفتوحة إلى غاية أسمع إلى غاية نهاية كأس العالم بعد كأس العالم من جاء ثانية المحلومة تعرف منها أعطينا العنوان بركيا سيني العنوان فردلو فردلو كبير أعطينا العنوان عنوان عند المأع يا ودي لما تدخل للمدينة بورجي كيفان تقول يا سيني جيبوك لأهندي بطاقة حمراء أسمع هذا من جاء لا من جاء ثانية نحب نقول لك بالطاقم التحكيم تاعة جزائر الذي يقوده مصطفى غرباء المقرن قراري وعبد الحق إتشعلي يسير بخطة يعني ثابتة إلى على الأقل إدارة لقاء آخر في المونديال لماذا؟ لأنه لأنه الاتحاد الدولي لكورة القدم يعني شاف يعني شافهم في اللقاءين الليدرهم ويعني يعني ربما ما تكبو ولا خطأ ولا جزئية جميل على بل خالد معناها الاتحاد الدولي خاصة في اللقاءات هذه ما يتسمعش ولكن هي بنسبة كبيرة نجمو نقوله أنه اللقاء النهائي رح يديره بنسبة كاميرا الحكم الإيطالي هذاك اللي راني نشوفه يعني هو بنسبة كبيرة هو عنده 47 سنة وبنسبة كبيرة هو المدول يدير نهائي خالد شكرا جزيلا لك يا ياسين على هذه المعلومات القيمة فيما يخص التحكيم في مونديال قطر تحييتنا لك ولكل من هو حاضر بجنبك ويرفقك تحييتنا لك ها وتحييتنا لكم جميعا هاتك صحي ياسين شكرا جزيلا نبقى مشاهدنا فاضل مع الأرقام وبعد عن الإحصائيات والتمرارات والإنضباط نروحوا إلى إحصائيات الأهداف لكم ما تتخيلوا جمال الأهداف 148 هدف بمعدل 2.4 هدف في كل مباراة محاولة التهديف عندنا 1242 محاولة التهديف المعدل التهديف في كل مباراة 22.2 محاولة التهديف المعدل أيضا محاولة التهديف على المرمى الكرات اللي كانت باتجاه المرمى هو 7.8 المعدل في كل مباراة يعني اللي خلت أنه نشهدوا عدد كبير من الأهداف 532 محاولة التهديف خارج المرمى وأيضا فيما يخص الرأسيات عندنا 206 رأسية باتجاه المرمى بمعدل 3.7 محاولة من التسجيل يعني قليلة محاولة الرأسيات في هذه المباراة محاولة تسجيل من داخل منطقة الجزاء عندنا 785 أربعة عشر فقط محاولة في 56 مباراة داخل منطقة الجزاء الأمور ممنوعة في هذا المونديال 757 محاولة تسجيل من خارج منطقة الجزاء بمعدل 8.2 محاولة في المونديال نروح إلى نقطة أخرى بعد نهاية دور 16 مشاهدين أفاضل هذه هي الإحصائيات لعبنا 56 مباراة وعدد ركال جزاء 16 المحتسبة 16 ركلة جزاء عدد الأهداف 148 ركلة جزاء عدد ركلات الجزاء المسجلة هي 11 عدد ركلات الجزاء المهضرة 5 يعني 5 زائد 11 سوي 16 عشان يشبه شخ فرحاته أحوال الجوية تحيتنا لشخ فرحات أيضا عنا أسرع هدف أسرع هدف يلا مش داخلة في الكويز أسرع هدف مش داخله مش داخله في الكويز أسرع هدف شوف ما حسين عدد أسرع هدف شوف ما حسين عقول 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 حقول أنه شلين يربح حول الوقت أسرع هدف هذه ذات ماركال بير عربي هو مش عربي من أنغلوتر كندي يلا أسرع هدف يلا حسين يلا 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 حط يلا 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 يا حسين لعب المنتخب الكالندي لعب باير مينيخ لعب باير مينيخ الهدف 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 اللي هو مبابي مسجد الهدف مبابي في راسيدو خمس اهدف اكثر منتخبات هدفا هي انجليطرا والبرتغال في راسيد كل منتخب هو اثنى عشر هدفا اكثر منتخبات استقبال الاهداف الحديث عن منتخب كوستاريكا كوستاريكا في مباراة واحدة تلقص الهدف هو اسوأ اقل المنتخبات استقبال الاهداف المغرب للمنتخبات العربية المغرب وتونس تلقوا هدف واحد اقل المنتخبات تهديفا بلجيكا قطر دانيما تونس والويس كل واحد من المنتخبات هذا سجل الهدف الاكثر صيناء على الاهداف عن هاريكين وفرنانداز برونو لعب البرتغال سنع كل واحد فيهم مصنع ثلاث اهداف هاريكين اكثر مباراة شهدت اهداف انجليز مع ايران ثمان اهداف سبعة واحد اكثر عدد من الشباكة النظيفة هي انجليترا والمغرب في ثلاث مبارايا عدد الحضور في جميع المبارايا هذا رقم كبير هذا ايجو الملايين وثمانمية وثماني وستمئة وثمانين ع SO Egypt زوج الملايين وثمانمية وثمانيم وثماني وثمانية وثمانية وثمانين dipped Rachel اكثر من x- internationally قائمة أقوى عشر أهداف قوة الهدف من حيث السرعة من حيث القوة السرعة سرعه القصوى لكيلومتر في الساعة المسافة سرعة كيلومتر في الساعة الهدف المغربي هدف لويس شافيز من مكسيك السعودية الهدف الكوري هكذا كان لدينا ما كشفت زيارة هكذا كان لدينا ما كاش 21 كيلومتر فاصل 69 في الساعة لعب لويس شافيز في المباراة للمكسيك من مسافة 29.19 قوة كبيرة اللي بعده داون ريتسو لمنتخب اليابان مع إسبانيا كان هدف جميل في 120 هدف وبعدها كان الترتيب مثل ما نتابع يعني الهدف الأسرع كان من حيث القوة 121.69 هي كانت السرعة القصوى طبعا هذه أيضا صورة لنتحدثة عن الأهداف التي من حيث التسجيل ومن حيث الصناعة 4-4-4 لأمبابي ولي فرناندو ولليونال ميسي وللاعبين الآخرين سواء هاريكين أو مرطا مبابي سبعة لا لا خلت كيف؟ مبابي سبعة مبابي سبعة أفوا بين ميسيناعة وتسجيل أيضا منتخب أو المونديال القطر يتميز أيضا من حيث عدد الأهداف المسجلة يصبح ثالث أحسن مونديال من حيث تسجيل الأهداف بعد مونديال البرازيل اللي كان شهد 154 هدف مونديال فرنسا سنة 1998 149 هدف وهذا المونديال 148 هدف هذا الدور خالد هذا الدور يعني مازال عنا الحضور مازال الوقت ممكن يصل ونتمنى أن يصل مع انتهاء مع انتهاء منافسة دور 16 كان قطر نجحت في تصدي بشكل واضح لانتقادات التي تواصلت حتى بعد انطلاق المونديال التنظيم القطري والأمن بطل كل الأيام كان على كل المستويات وهذا كان الثناء أيضا من وكالة الأنباء الألمانية قالت العلامة الكاملة لقطر من حيث التنظيم حيث لم يستم تسجيل أي حالة تدافع أو ارتباك سواء في أماكن التجمع أو في وسائل النقل أو على رأسها المترو قطر نجحت أيضا بوعدها لجماهر المونديال معدى قضية إيتو ساموير معدى قضية إيتو ساموير جانيان فونتينيو رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم قال تتواصل كسعالم قطر وتنتهي كما بدأت بنجاح منقطع النظير دور المجموعات بمونديال قطر كان الأفضل على الإطلاق عدد الزوار مهرجان المشجعين تخطى حاجز المليون أكثر من 2 مليون مشجع حضروا مباراة داخل الملعب أكثر من 2 مليون في دولة قطر الصغيرة الهداف المسجلة ضرب من الخيال والحماس لا يوصف 2.5 مليون شخص يملؤون شوالع الدوحة والأجواء الرائعة و2 مليار مشاهد لمونديال قطر عبر شاشات التلفزيون عبر 100 ساعة دالفونتين نجح على كل الأسئلة 100% هنا نروح إلى الطريق إلى النهائي الطريق للنهائي عنا إنجليترا فرنسا والمغرب البرتغال وهولندا الأرجنتين كرواتيا البرازيل نبدأ معك الحاج إنجليترا فرنسا من يفوز طبعا مباراة صعبة أعطيلي 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 أنا نمشي معك طريقي للنهائي ووصلني يلا فرنسا فرنسا أحنا نديره فرنسا المغرب البرتغال وش فعلها بورتغال 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 فرنسا 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 أيوة أنا وصلنا إلى فرنسا هنا هولندا الأرجنتين أرجنتين هولندا الأرجنتين أرجنتين أرجنتين كرواتيا البرازيل برازيل برازيلين البرازيل أرجنتين نهاية قبل الوقت أسمي كيمة تحب أعطيلي شكو يربح برازيل البرازيل البرازيل فرنسا نهاية أبراك الله فيك على باب لنهاية شكو يربح البرازيل البرازيل الحاجة تقول البرازيل. اخي لكم دينونا كبتوري بش تفكروا عليها. روح الحسين. هلا ليبرف كينين. حسين ياحي. انجليترا فرنسا. انجليترا. انجليترا. المغرب البرتغال. المغرب. سجلها. 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 المغرب. المغرب انجليترا. 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 انجليترا وصلتنا للنهائي. تروحوا منها هولندا إلى الارجنتين كروتي البرازيل 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 أرجنتين البرازيل الكنجليطرة البرازيل يعني البرازيل برازيل لكن هناك متفقين سعيد يا كنو أعطي لي انجليطرة فرنسا أخذ لك نفس وأعطي لي القراءة الموجودة حتى نكون choisي نقول فرنسا فرنسا المغرب برتغال برتغال هولندا الارجنتين ميسي ميسي رواطية البرازيل مدريج ونيمار نيمار 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 وميسي أحب المهارات نيمار وميسي يلا يعشق في المهارات واحد يمشي واحد يزوق نايمار وميسي نايمار نايمار هاريكين مع مبابي لا قالها هذي قال فرنسا هنا وصلنا وصلنا لبرتغال انا في النصف نهاية البرتغال البرتغال وفرنسا فرنسا اكيد حبا ولا كرة لكيش العاطفة انا من مشيش بالعاطفة والله قلت لي العاطفة والله او خلوك نهائي برازيل هو مبابي مبابي ونيمار نايمار الني انا نشوف فرنسا اقوى انا نشوف فرنسا اقوى اعطيني اللرجة اعطيني اللرجة اعطيني عندنا نفس الاختيارات الا في النهائي انت وصلت لي مبابي او وصلت لي نايمار وفرنسا كيف كيف بقاتل انت التتويج التتويج لفرنسا وليونال ميسي ادي المرتبة الثالثة او ريبوندين او ريبوندين او ريبوندين درنا تحدث يلا احتى الحداء وجدة نبقى ايضا مع المونديال العرب نتائج لن تنسى في كأس العالم قطر السعودية تغلبت على الارجنتين بهدفين مقابل هدف واحد والمغرب التي تعدلت سلبا مع الوصيف المنتخب الكرواتي والمغرب الذي روضت الشياطين المنتخب البلجيكي بهدف دون مقابل وتونس تغلبت على حامل اللقب بهدف دون مقابل والمغرب تغلبت براكلات الترجيح على المنتخب الاسباني اتقال الحذاء الذهبي لمن سيكون في هذه الدورة يخرج احسن هدف احسن هدف انا اللي نشوف مبابي 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 ولا البرازيلي شارليستون شارليستون ممكن عنده ثلث هدف يلا هذه فيما يخص طبعا القراءات اللي اعطيناها بالارقام وعطينا ايضا قراءات لما سيكون في الدورة المجموعة لكن هذا الموضيال مشهدين افاضل تميزه بنقطة مهمة هو بداية النهاية لنجم تعودنا على تواجده في المنتخب الوطني البرتغالي وايضا صالة وجل مع ريال مدريد ومانشستر واليوفي وعديد من الاندية لكن هل نقول هي بداية النهاية لكريسيانو رونالدو الذي اجلسه المدرنب في دكة البودلاء ولما اجلسه اقحم بديلا عنه وسجل ثلاثية في عمر 21 سنة هل هي بداية النهاية لكريسيانو رونالدو هكذا اراد ان يقول جمال ام الدور في هذه الورقة نتابع كانوا لعبين صنعوا مدربين برشلونة صنعت ثلاثة او اربع مدربين اليوم المدرب هذا نعم المدرب هذا البرتغال في الصنعه شارك كريسيانو رونالدو في اوندومي في الكوب دوروب اللخرى لعبوها وفازوا بها ما ننزمش ننساوه لكن الشرعية التاريخية الموجودة حتى وكان مصاب لزيفور المجهودات اللي دارهم كريسيانو رونالدو نقدر نقول انه كان وراء الفوز بالبطولة الاوروبية سيتان ليدار هو سيتان ليدار سيتان جرانجور اليوم وهو صنع هذا المدرب لكن اليوم هل وفقها وهل كان على صواب رونالدو ما هوش كي اعتر اليوم رونالدو لسبب من الاسباب هو بشر يقدر يغلط وكأنه الناس ستدفن هذا رونالدو لا انا نقول رونالدو شكول يدفن هذا رونالدو العلم كله يتكلم نا هذا هذا على رونالدو سلافان يقوله خلاص رونالدو أنا سكيم دي سوا أنا سكيم دي سوا فالقرانجور كي لايتي كي السورات البرتوجور سكي تسمع هذا يخلق مشاكل بين بينه بين الزمالة بين المدرب أكدك تقوله الحسين أمراسي بهذا ممنوع عليه يبقى بشر ستن مودير ستن اكزامبل ستن اكزامبل ولكن ممنوع تخلق انت مشاكل معك تقول لها زيدان أحسن دعا في العالم الحق هو أن نضرب اللعب الإيطالي براس في اللعب دون الجو دون الجو دون الجو اللي هي أنا أنا ما نسوش بالليتجاز على مرحلة صعيبة اللي خلاته ممكن يكون دهن نتاعه شوية مدبذب وحدة تن نقص المنافسة ممكن ما نكونش نكون ضد لي يقول لك بداية نهاية خليه ممكن في المقابلة إذا راح للنصر السعودي نقولوا بداية النهاية موجودة صح نقولوا اللي اعتزال اللي اعتزال خلاص رح يتازل نعم ونا نظن إنه نحن النصر السعودي يفا بلاتر سيلكسوني حسين وشاوي قولان دو الحق صحدي بيرو مرسي لونترينر اللي با بيرفونمو موش تتولار فموش استرونيتد وروا سيلكسوني المباراة المقبلة المباراة المقبلة للمنتخب البرتغالي في الربع نيائي نظر شي كون ناساسي هنا حاصلا بعد ما إنه زمينه كانت ألق أو سجلت هوريا نعم نظر شي كون ناساسي نظر التصريحات على المدرب وشقال ما يقدرش يكون وشقال التصريحات على المدرب اسمح ليساعد قالوا ما دايلي امبورتون دون القروب فأنا درت اختيار واللي اختيار اللي دارو أربع بستة رح يعاود المم فورمي المم ديسبوزيتيف اللي دارو تقدرش دو راموش المشكل انت راموش سجل تلت أهداف مبارأ أو كان يعني بعيد على المستوى نتاعه الناس كلها راح تدور للمدرب راح هذا اللاعب اللي تخل الشاب انتاع مستقبل تخلوا سجل تلت أهداف كيفاش تشيله من اله من اله كأساسي اللعبنا بدون كريستيانو وفزنا بستة جمهور العريضي يفكر بها التفكير ما يعرفش هذا الديطايل اللي ما تكلموا فيه اسيلا لوجيك اساكتما وان المدرب هذا فاكتكية ممكن اعتمد عليهم في اثنين ما ننظرش هذا كلا رس هربحة حقيقة لا 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 غوماش يسجل تلتا حاج إليانرمال كالدرني ماتش سيته الميئر ماتش تاع البرتغال إلغال لارسات دو ريوسيت الماتش هذي إليانرمال دو شانجي إني تكتك ناجحة وزيد على الابخوش دعا تا اينا كاليفكاش كومي غامرش هذه الحقيقية وثانيا أدن رونالدوم موش في مستوى تاعه لي باش تكتلع له وزيد لما تكتلع له تريسك دو بلوكي هذي البرفورمانس على خدر يكون جوكير ميماندوس لكل أساس معلش نروحوا بعيدا عن كريسيان ورونالدو قبل أعطونا صورة بيلا احنا نتكلمه على رونالدو هذه الصورة اللي كانت انتشرت كانت فيه قراءة سيميولوجية أنه حديث هذه الصورة لما المدرب يحبط ليك باش يهدر معاك أودلك كثير من الاحترام نظن هنا مفروض على رونالدو استهل الاحترام استهل الاحترام مهنا مفروض على رونالدو يرد له لا بيز لاموريوسي ولا سمعنا صح وش قال له حسين باللي صارات مناوشات بينه وبين المدرب لا ممشي ناخدوا ناخدوا الصورة ناخدوا الصورة من جهات أولا هذا رونالدو يستهل الاحترام كبير وثانيا كفاءة المدربين وأيضا ضغط باللي عاشوا في رونالدو سانتوس لأنه كانت رونالدو منذ مدة ومتواجد مع تشكيلة المنتخب البرتغالي وفي التشكيل الأساسية في مباراة أمس لما كان على دكة البودلاء في النشيد الوطني البرتغالي كان كل عدسات المصورين تجهد ناحية رونالدو المتواجد على دكة البودلاء ولم تصور تشكيلة المنتخب البرتغالي حتى وين تواجد على دكة البودلاء بقية هو الحدث كريستيان رونالدو خالد لكيش جوار احنا رونالدو هنا ليقبل ليكون في هذا الاستاتيو صح ما كيش ما تحب تكون هنا بلاستو ما تحب تدخل يخرجك يدخل واحد في بلاستك سيرتولي عنده استاتيو ولكن كان بعد من الأحيان ناسا نتقبل صح يعني سيرتامو وين شفنا روح نبلي ما نقدروش نمده لأداء تاعة تسعين دقيقة ولا أكتر ولينا نكونوا احتياطيين تكون بلي بيرفورماك يدخل دعون صحابك خامل يدخل دي الله في غراسي خليني نزيد أنا تفريك هذا البساج اللي هاي صورة هذية كنت أتكلموا عليها البساج اللي كم من هائل من المصورين اللي كان نعم سي نرماسي رونالدو وزيد هو الحدث حتى وين لم يدخل الحدث هادم الناس الصحفيين يحبوا يشوفوا الحواجات أنا نحبك نقول لي سيئل واش كان يحكي لآخر حاج أنا شفت عدة لعابين قدما كبار لما انتهى المشورة مخرجوا بهدوء ولكن ميسي ورونالدو عمري ما شفت لعابين اللي يحبوا يلعبوا كالكس والله اشتاحهم وزيد ميحبوا شمين بالتغيير في المقابلة ميسي في برسولو ما يخرج نهاية حسين ياحى كلاعب كيفاش كانت فالكلاعب متتقبلها ما شفت معتقبلها متتقبلتها متتقبلتها متتقبلها ركتش في المباراة هو باقماش متقبلها ما شميع يتع Westgate شميح و سعولية نهاية مشوار رياضي نهاية في جزائر مواصفة خلينا من الجزائر احكيني الحلقة هذة مواصفة مواصفة خلينا من الجزائر اتخذت الجزائر متفراش متفراش انا كنت فاهم على المدرب الله يرحمه على كل حال خاصة نور الدين سعدي نور بن زفري لما كنت نشارف سمتة رونالدو انه لما تكون توابا بها وما تولي جدهم هذيك الحلقة هذيك الحلقة هذيك الحلقة الحاج عنده الحاج عنده رزالة حتى في الكويز هو يتفهم معك يتفهم مع المدربين عنده عنده روح المفهمة تكون لك فرصة تلعب حتى ثلاثة سنة ما لحقنا ثلاثة سنة كي كنت في الخمسة وثلاثة سنة كيفاش عشته أنا ثلاثة الفق ولا تلقى فايدة عشته من الروح ما يكون من حق وقت من الأوقات لا تلقى فايدة خالد تعرف باللي في الفرق الكبار هذه المعلومة في الفرق الكبار يعرفوها الجماعة على كل حال لما يكون انستار لعب نجم كبير تعرف نهاية المشوار انتعوا يحضروه في الثمانية وعشرين تسع وعشرين سنة يبدوا يعطولوا بعض يعطولوا دروس نظرية فيما يخذ كورة القدم سبعين وثمانين سبعين وثمانين رح يلحقك مدرب ويدرسه الشخصية انتعه بعدها يحضروه لنهاية المشوار هذي في وقتكم ساعدات مني عشرين ثلاثين قولوا له إلى اللقاء عشرين ثلاثين قولوا له أكراروتاسيون يلا روحوا إلى رقم آخر إلى موضوع آخر وفيه أرقام خليت تقول رقم آخر قبل ما تكلموا عليه فيما يخص رواتب المدربين هو موضوع مهم للجماهير الرياضية الله الله موضوع رواتب المدربين رواتب كل موسم أنا سخصيكو عليه ما ستبعوا ساكون تتلقاوا زمان زمان عشرين ألف عشرين ألف دوميسيل عبق تقولي عشرين ألف عبق ميتين دينار ميتين دينار ميتين دينار في الدخل الديار وصون دينار خارج الديار ساعة هي 400 ديار خارج أخرج من بعد تغيرت كنت ديارة بهاكن مليحة ليدك مليحة 300 ديار 1인데جر 10 ألف الكبيرة صحيح هذه 300 ديار خارج ديار أشтовت فيلماتك أن will clearly 20 ديار حتى 20 ألف ديار 20 ألف دي。。 اه أسد حكمته أشت يحدث في البر weighed بزر. لا لا تكلمة لها. انا نشفى في سن صغير. هذه تعثلت. لما تخلاص. رواص ديناراني شاو يدارو لنا الشك. بحنا مات شو راح تدر طلاشين وبيت بسعادة. محبوش خلاص. في الثمانينات. انا لحقت بخمسة وثمانين و راح. كانت فيها قيمة قيمة. كانت بداية نهاية لالا برفارمانس. براكة. سوعة ثمانية استوثمانيين. بدأت يعني بدأت الأمور. انا وليد لا. ريفارم. انا نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص المدربين الأغلى أجرا. هو مدرب الألماني. فيليك هانس. فيليك هانس. المدرب منتخب ألماني. المعلومة. اجتمع الفيدرالية راح نخليه ويحتل دميل فانتكات. تم تجديد العقدة. ستة مليون أورو وخمسمائة ألف سنويا. هو في المرتبة الأولى في المرتبة. نبدو بالمرتبة الأخيرة. مدرب. يلا. نبدو بالمرتبة الأخيرة. مثل ما راني نشاهده أيضا في هذه الصورة. مدرب الأنجليزي نظن في المرتبة الثانية أو الثالثة. هو جلال قدري مدرب تونسي. مية وثلاثين ألف. ريجو بيرسونغ. ثلاثمية وربعين ألف يورو سنويا. مدرب الويليز. ثم منتخب غانا. منتخب كندا. منتخب بولونيا. كرواتيا. أليو سيسي. كارلوس كيروش. المنتخب في المرتبة. أيضا في المرتبة. في المرتبة العشرين. غوستافو ألبارو. منتخب الإكوادور. ومنتخب اللي بعده. المنتخب الروح إلى مرتبة التاسعة عشر. لورو جواي. ثم منتخب الياباني. إيرفي رونار. واحد مليون يورو. مية ألف سنويا. في المرتبة السادسة عشر. في الوسط. بين ثلاثين وثلاثين المنتخب. مستحق لما شوفوا. كيف يشرد الفرق السعودي. المغربي. مدرب المنتخب المغربي. ليجا في المرتبة. خلينا نشوفه. المنتخب المغربي. قاعدنا المنتخب القطري. سانشاز في المرتبة الثامنة. ألمانيا. إنجريطا. فرنسا. البرازيل. أين المنتخب المغربي؟ منتخب المغربي. الرقراج؟ الرقراجي؛ الرقراجي؛ الرقراجي. الرقراجي في المرتبة الواحدة وعشرين. سبعة مئة وعشرين الف يورو سنوية. التقريب. لكني اعتبر ارقم مبليه بنسبة لي. ثمانين الف يورو في شهرية. méthم ثمانين الف يورو. خليلا. الله إليه لنا. زملاء أنا، هو الرقراجي. سبعة مئة وعشرين الف يورو. زملاء أنا جاهزوا للموسيقال ولا رغه بش نروحوا للكويس. اه طبعا لازم الكويس الله الله هو عنده الاسئلة الله الله هو السعيد ها شوف شوف اسوالين جاهزون انفسكم شوفوا لي معزوما بعد الجنقل جاهزون انفسكم بعد الفاصل مرحبا بكم من جديد جاهزون انفسكم خذوكم نفس حتى نكونوا جاهزين قابل حبيدنا سخصيك الكويس ماذا يوجده يا رحم بابا هذا الميسرو جمال ام الدور الاسئلة غير موجودة هو يجدها انا باك يمد لكوهد الكويس ام الام دور اوشاني الماش سعيد تركيز كبير سعيد لازم تركيز يلا القانون نفسه اللي بسمع الدقة تعلول جمال ام الدور رح تدول لالفار لالفار ام كاك شو واحد جاهزون انفسكم يلا من هو اكثر حراس المرمى مشاركة في المونديال جوزوف بوفون لا قانون شو واحد في المكسيك لا من هو اكثر حراس المرمى مشاركة في المونديال عشر مباريات عشر مباريات المشاركات المصري مشاركات لا شارك شارك مش برازيلي شارك في المونديال برازيلي شارك في المونديال ايه شوف جاهزوني نفسكم مليحة اعطيها لي في اللرج لا لا مش في اللرج اعطيها لي سورة في اللرج باش ليخبط احن شاهلك اكما احسن احسن رجل طوريس صغير صغير طوريس صغير سأقومون مشاركة انت حسنا حسنا ونبس هل الحالس قلت اعطيها اعطيها حالس مجموعة شلطان شلطان انجليزي هذه الحاج نحسبه لسعي السرع لاعب تم ترده في كاس العالم السرع لاعب تم ترده في كاس العالم مليل يقوي عندك نصف العلامة او طالب كين واحد ثاني باتيستا باتيستا برازين واقعنا بحاجة كين واحد اخر العربية سواريز مليل يقوي كين واحد اخر سليم اسمه او المصور تعني شرك جزائري ابتخلت الغزال السرع اخرج غير اكده الفين الربعتاش لكن خوسي باتيستا في 56 ثانية اول شقيقين يلا سؤال اخر شوية سيسبنز اول شقيقين يتقابلن في كاس العالم وكل منهما يلعب مع المنتقب غانا هولندا غانا غانا بواتينغ جيروم وكيفن خليهو يرابوندي باكتر يرابوندي فلاس لهوه يقول لزوش خوا شخون خليه يقول شخون اعجاب نص 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 اه لا لازم بذلك حتى السؤال نوضحوه لعبوا مع بعض وكل منهما مع منتخب يساعد هانيقود اول شقيقين يتقابلن في كاس العالم وكل منهما يلعب مع منتخب خالص او جامل امدوني جيرا حضرنا الاسئلة او الابا الحبطة حوشي المعنى اه انا راس يروح الافرار عبدي واحد العماع النابو احد العماع الياسماء احسن بخير الجزائر هذي فالترين وسبعين في خمسة جوليا يلا جاهزون انفسكم فضلكم نفس زدونا شوية سيسبانس اذا يجب ان يسير اول حكم عربي قاد مباراة نهائية لكاس العالم نهائية 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 فنال او فنال 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 فكرو فنال فر Begin خالق فم عربي ك nineteen فكرو او بل STR مصري عربيك وليس جزائري تونسية أرو المصري مغربي 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 جمال يرحب بك باتنا جمال 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 فرنسا بريزيل فرنسا بريزيل هذي مليح هذي مليح هاتي بيحا هذي مليح هاتي بيحا ما عندكم حاذ زوج سعيد واحدة وحدة سيموتها واحدة أول هذي بيحا لازم هافارة كيمما رح يعطوني هاي ذاك هذي مليح هذي سؤال يجيبوا فيها أول بلد عربي وإفريقي يفوز بلقاءين في نهايات كاس العالم لا لكن أخبط شهادة ما أخبطش لا لأ أنا أخبط انا سمعني سمعني خبطناك بالزوج بالزوج هو يحسد ياخو يعني تزوج نعودو نعود السؤال، و شو؟ كماس جبنا هذا قال الجمال صح أجيب لك البروزكه اسم صاعد؟ زوج يسأعس زوج جزائر في مباراةها ضد ألمانيا والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد وضد الشيلي والتي انتهت بثلاثة لاثنين في مونديالي إسبانيا 1980 بست نقاط المنتخب الجزائري لأول مرة في تاريخ كاس العالم 82 لم يتأهل إلى الدور الثاني وبعدها كان القرار لعبين بورايد في المباراة الثالثة بنفس التوقيت يعني كان نهائي كان كبير في هذا الكويس اثنين للحاجة عدلان واثنين للسعيد وهدف لحسين يحي وصلنا لهاية البرنامج ندره لريزيرفة على دخلي في شك الله أردخل الشكية لحظة أو يخدم لي ماتش صالح عصد مركز دبيت مع الشيلي يا الأخ يلا ياتكم صحة هدايا هدايا جزت ماشي هدايا هدية هداء 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 الطبيب باني عمر وزوجه بصبرينة واشي الله الله زوجه زوجه لا كان أمها كانوا يعرضونا لا لا ويسمعوا ويشوفها جيبونا دي بيتسا دي بيتسا مفروض كان يبعث معكش طال ان شاء الله كانوا يا الأخ عمر رامي يشوفوا فيك ألف مبروك ان شاء الله يفيدوا المجتمع بأجيال دريا صار هلي نجي تهيتنا لك تتاني طبي يا تك صح حسين يا حسين شكرا يا تك صحة لحضورك معنا يا تك صحة اشهر تعمل احنا لتعليل الجزر اشهر تعمل اشهر تعمل يا حسين احتى اللاعبين خدماء مشلم عليكم منهم حنيشت وفي الحصة يا تك صحة ان شاء الله يكونوا ضيوفنا في البلاطو لحتيشوفوا تك صحة كان عدد كان جميل وشكرا لكم وصور جمهونا رياض الكريم على كراميليس غير المتابعة غدا ان شاء الله نلتقي في نفس الموعد ونفس القناة لحديثي على مباراة ستلعب يوم الجمعة المقبل سيكون الموعد مع استكمال الموديال فيها مبارتين في دوري الثمانية البداية تكون بين كرواتيا والبرازيل نلتقي بكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد ونفس القناة إلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة